في هذا الجزء من المحاضرات سيتم تناول موقع صنع القرار من العملية الإدارية حيث تحدثنا في مواقع كثيرة من الأجزاء السابقة عن طبيعة العملية الإدارية أو وظائف المدير المختلفة وحددنا خصائص هذه العملية وفي مجال موقع صنع القرار نجد أنه يتم اتخاذ قرارات في مجال وظائف الإدارة أي قرارات للتخطيط وقرارات التنظيم وقرارات التوجيه وقرارات للرقابة كذلك في مجال النشاطات الإنتاجية المنظمة يتم اتخاذ قرارات خاصة بقرارات للإنتاج وقرارات للتسويق وقرارات التمويل وقرارات الأفراد ويمكن إلقاء الضوء نظر سريع على تلك القرارات حيث أن تتخذ عدة قرارات في مجال وظائف الإدارة تبدأ أولا بقرارات التخطيط مثل تحديد الأهداف السياسية ووضع الخطط والبرامج وتحديد مدة الخطط وكذلك القرارات الخاصة بالطرق وتقنية والأجهزة والمعدات والأفراد كذلك قرارات خاصة بتحديد مدى الاستفادة من العلوم والتقنية في معالجة المشكلات وتحديد السلوك المطلوب من الأفراد من خلال تنفيذ الخطط كما يمكن أن تتخذ عدة القرارات في مجال التنظيم نأتي لأمثلة منها مثل تحديد الحجم المطلوب للمنظمة وإحداثها الإدارية القرارات الخاصة بدرجة المركزية أو اللامركزية المطلوب تطبيقها قرارات خاصة بتقسيم العمل وتحديد درجة التخصص وقرارات خاصة بتحديد نطاق الإشراف أو الرقابة كذلك يمكن أن تتخذ عدة قرارات في مجال التوجيه والقيادة من أمثلة ذلك قرارات خاصة بتحديد ودرجة ومدى تطبيق الأسلوب الديمقراطي في التوجيه والقيادة قرارات خاصة بتحديد الوسائل التي ستتبع في تحفيز الأفراد والعملين وتشجيعهم على العمل قرارات خاصة بالنمازج المطلوبة في الإشراف قرارات خاصة بهيكر الاتصالات قرارات خاصة بكيفية القضاء على المشكلات الخاصة بالتضارب المصالح قرارات خاصة بالتعاون والصق بين الأفراد كذلك يمكن أن تتخذ عدة قارات في مجال الرقابة نذكر منها قرارات خاصة بتحديد أنواع المعيين الرقابية المطلوبة قرارات خاصة بتحديد الأسليب الرقابية المطلوبة قرارات خاصة بوسائل المقارنة بين الخطط والنتائج قرارات خاصة بتوقيت إجراءات تصحيح الانحرفات قرارات خاصة حول تحديد مدى فعالية أسليب الرقابة بضبط الانحرفات بينما يمكن أن تتخذ أدة قرارات في مجال النشاطات الإنتاجية المنظمة نذكر منها أولا القرارات في مجال الإنتاج مثل قرارات الخاصة بالصنع أو الشراء قرارات خاصة بعدد ومواقع الموردين الرئيسيين القرارات الخاصة بتوقيت الحصول على المواد الأساسية قرارات خاصة بمعدلات التخزين القرارات الخاصة بعناظر الإنتاج المطلوب الحصول عليها وتحقيق التوازن بينها قرارات خاصة بالعمليات الأساسية اللازمة للإنتاج القرارات الخاصة بدرجة استخدام الآلات والأوتوماتيكية في الإنتاج قرارات خاصة بأسليب الرقابة على الجودة بينما في وظيفة التسويق يمكن أن تتخذ عدد قرارات من أمثلة ذلك قرارات خاصة بتحديد السياسات التسوقية وتحديد كميات المبعات القرارات الخاصة بتحديد منافس التوزيع واختيار سياسات التسعير القرارات الخاصة باختيار وسائل الإعلان والقرارات الخاصة بتقويم نتائج رجال البيع بينما في مجال الأفراد وإدارة الموارد البشرية تتخذ عدة قرارات من أمثلتها اختيار الطرق المطلوبة في توزيف الأفراد قرارات خاصة بتحديد أسليب الاختيار قرارات خاصة بتحديد معايير ترقية الأفراد والقرارات خاصة بتوصيف الوظائف ومستويات الأجور واختيار البرامج التدريبية وأسليب تطوير العاملين بينما نجد في مجال التمويل والإدارة المالية للمنظمات قرارات تتخذ مثل قرارات خاصة بتحديد أسليب التمويل ومصادر رأس المال وتحديد الاستخدامات الرئيسة والممتلكات كيفية حساب استهلاك الأصول وكيفية حساب توزيع الأربع علما بأن القرارات المتخذة في هذه المواقع قد تكون قرارات فردية أو قرارات جماعية وقد تكون روتينية أو غير روتينية قد تكون استراتيجية أو إدارية أو تشغيلية وكذلك قد تكون تلك القرارات قرارات عاجلة وقد تكون قرارات متكررة ونأتي الآن إلى السؤال وهو كيفية وخطوات صنع القرار الإداري وذلك سنتم تناولها في المحارة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة